تسابق نتالينة يعقوب ملكة جمال جبال النوبة في السودان هذه المرة خطاها ليس للمشاركة في عرض فني يبرز ثقافة سكان النوبة بل لمشاهدة إيمان لكن إيمان ليست سوى عنوان فيلم تريد نتالينة مشاهدته مع آخرين وإن كانت هي إحدى ممثلي فالفيلم يهدف إلى رفع الوعي بخطورة الإرهاب والتطرف الفكري على المجتمع السوداني فنشوف أن الشباب ممكن الفيلم سيأثر فيه ويقدر يكون واعي زي ما قبلت سمعنا أنه واحد من كانوا فوق في الستيج قال أنه الفيلم أثر فيه وهو بيقى متمسك بالدور حد آخر شيء معادة أن الفيلم قدر يلعب دور إيجابي في الشباب وخلت دور دي ينعكس في الواقع لهم عايشين أو في المجتمع لهم عايشين فيه إيمان التي حملت اسم هذا الفيلم واحدة من بين أربع شبان سودانيين التحقوا بتنظيمات إرهابية وقاتلوا في صحوفها لا يمثل المجتمع السوداني المعروف بتسامحه حاضنة لأي فكر متطرف هكذا تبدو قناعة هؤلاء لكن فكرة سيناريو الفيلم تغوص عبر توظيفها للصورة والموسيقى في اختلاف الدوافع التي كانت وراء اعتناق هؤلاء الشبان فكرا متطرفا وهو اختلاف يؤكد أن الإرهاب يمكن أن يجد مكانا في أي مجتمع أنا أعتقد أن الفيلم كان بيطحر دا وبيحاول يقول لا يا إخوانا دي ناس عاديين دي عائلات عادية ممكن الأب يبقى مش متطرف ووسطي والابن يطلع عنده أفكار متطرفة أو العكس هؤلاء هم شركاء مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف الذي يستهدف العالم بأسره وجودهم هنا حسب تعبيرهم دليل على أن العالم بات بحاجة إلى توحيد الجهود لمكافحة الإرهاب حسب برنامج اللجنة الوطنية السودانية لمكافحة الإرهاب أرى أننا نستخدم الآن وسائل عديدة لمكافحة هذه المشكلة وعندما نتحدث عن السودانيين فإننا نبحث كيفية التعامل مع الفرد والمجتمع وغير ذلك شغف المتابعة التي حظي بها فيلم إيمان وما ينتظر أن يحدثه من تغيير في أفكار وقناعات بعض الشباب السودانيين وغيرهم ربما يجعل منه عملا وقائيا بامتياز فيلم إيمان محاولة جريئة لتوعية الشباب والأسر السودانية لمخاطر الإرهاب والتطرف بتركيز على فكرة تحويل الحوار الأيدولوجي عبر صورة وهي فكرة قد تعزز بقية الوسائل الأخرى في مكافحة الإرهاب عبدالباق العوض الحرة والخرطوم